طبعا قضية فلسطين يجب أن تكون في الأساس قضية عربية لكن فعلا إيران أحسنت استثمار هذا الموضوع بطريقة ذاكية جدا جدا في حين أن العرب أصحاب هذه القضية للأسف أفلت اليد من أمرهم وإيران عندما تحدث عن القضية الفلسطينية لسببين أولا لكي تظهر بأنها هي تدافع عن القضية الأساس للعالم الإسلامي وهي قضية فلسطين ومن ناحية ثانية حتى تقول أنها أو حتى تتدخل من عبر القضية الفلسطينية إلى أهم ملف في الصراعات في العالم وهو ملف الصراع العربي الإسرائيلي وبالتالي عندما تكون إيران حاضرة عبر حزب الله عبر حماس عبر الجهاد الإسلامي هي طرف أساسي في أي مفاوضات أو في أي تسوية لاحقة وبالتالي هي لاعب كبير على كل المستويات وفعلا من خلال هذا الباب تمكنت إيران من الحضور في هذه المنطقة اليوم لأن إيران تدرك تماما أهمية الموضوع الفلسطيني فهي تحاول بشتى الوسائل صحيح أن هناك خلاف كبير بين إيران وحماس في الموضوع السوري وهذا الخلاف قد ظهر على العلن مرات عدة لكن طبعا هناك رابط إيديولوجي بين الطرفين بين من يتولون الشؤون إيران وبين حماس لكنها اليوم هي تدرك أن هذا الملف الحساس يجب أن لا يخرج من يدها حتى لا يستثمر في مكان آخر شكرا للمشاهدة